اهلا ورحمة بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة بمرمجكم حديث عراقي واحد من الاسئلة الكبيرة التي ربما ستبادر الى ذهن البعض منكم والكثير منكم سؤال مهم هو يعني ما الذي يشغل فكر القوى الحاكم للعراق العام وحتى من عام 2003 إلى حد الآن ما هو الفكر الذي يعني ما الذي يشغل فكرهم ما هي الخطط التي في بالهم ولا اقصد يعني خطط للتنمية العراق او النهوض بالعراق لا لا اقصد خطط الحكم ما الذي يشغل بالهم في قضية الحكم ربما واحد من اللقاءات التي عرضت في الاسبوع الماضي كان واحد من الشخصيات التي يعني كان الهدور وما زال الهدور في حكم العراق كان نابل غيس الوزراء السابق فترة من الفترات ولا اعرف هذا الزمان يعني طبعا خلان نشوف كثير من الوجوه معلسف الشديد لا نعرف يعني كيف يمكن ان يكونوا في هذه المستويات كيف يمكن ان يتبوؤوا هذه المناصب وكان يدعون الثقافة ويدعون القدرة على الحكم وثبت بعد واحد وعشرين سنة ان كل مجموعة من الفاشلين مجموعة من الاميين من الجهة الامنة وهذا لا يشمل طبعا هذا الحديث ليس حديثا طائفين هذا يشمل الشيعة والسنة وكل من في العملية السياسية هذا يعني حتى تكونوا واضحين فهذا الرجل اللي كان نابل غيس الوزراء تحدث قبل ايام عن هم يتحدثون عن الشراكة في الحكم وصدعوا رؤوسنا بقضية الشراكة والشريك والحكومات التوافقية والقوى التي نعتز بها واخوتنا الشيعية السنية المعرف من هذا الكلام الكبير اللي ما الى اي معنى واقع الحال هو كذب في كذب يعني الى القوى الشيعية ترى الشيعي وللقوى السنية ترى السنية وللقوى الكردية ترى واقصد القوى التي في العملية السياسية ملاع علاقة بمكونات الشعب حقيقة يتكلمون باسم مكونات الشعب وهم الابعد عن هذه المكونات وواقع الحال يثبت هذا الموضوع المهم في حديثة واضح جدا يعني تميز فكر الاجتثاف فكر الطائفية فكر الانتهازية فكر الاستثمار الطامح الى العودة الى منصب هو يعتقد انه اهل اهله له هكذا يتكلم ذلك قضية هو تحدث من غير ما يذكر الشراكة في الحكوم لكن تحدث عن مكون هم يعتبرونه شريكهم في الحكوم هم السنة هكذا احزاب شيعية وميليشيات واحزاب سنية وايضا ما لها علاقة بالوطن الكل ما لهم علاقة بالوطن المهم هذا الرجل كان يتحدث قال اعطينا الدماء الشيعية واعطونا حسحس انا لا اعرف من حسس وسألت من هذا حسحس قال واحد ما اعرف يطلع من بعد وسائل التواصل الاجتماعي يضحك العالم المهم بغض النظر عن هذا الموضوع اراد ان يقول او قالها هكذا بصريح العبارة احنا قاتلنا بالرماديو وقاتلنا بالفلوجة ودحرنا الارهاب وضي الداعش واحنا بس اللي قاتلنا وعطينا الدماء احنا وهما انطلنا حسحس هذا طبعا واقع الحالي يكذب هذا الموضوع جدا جدا لانه من البداية من من المسؤول عن دخول الارهابي للعراق من المسؤول عن فقدان الامن من المسؤول عن عدم التوازم عن تأثير عن احتلال المدن عن سقوط المدن بيد قوى الارهابية الحكومة وقواتها هذا قطعا فهل حاسبتم الحكومة التي ارتكبت هذا الجرم الكبير بحق العراقيين بعد كل هذه الاموال بعد كل هذه الامكانات بعد كل هذا الدعم الاقليمي والدولي والتدريبات والجيش والتخصيصات المليارية اللي خصصتوها هل حاسبتم؟ لم تحاسبوا احدا اذا ترمون الان التهمة على الناس الناس الامنين بالرمادي بالفلوجة بالموصي باي مكان ما العلاقة سنة تركوه على صفحة عراقيين موجودين ترمون التهمة عليهم وتحملوهم مشكلة جريمة كبيرة ارتكبتوها انتم لو كان الامن مستثب لو كانت حكومة مسيطرة لو كانت قدرة على حماية البلد وقدرة على فهم الامور والقدرة على التصرف السريع والقدرة على منع ما الجريمة يعني لا تعالجها بعد ان تحصل الجريمة تعالجها قبل ان تحصل يعني وقائية فانت يجب ان تدفع عن العراق الارهاب وتدفع عن العراق الارهابيين قبل ان يتحركوا وهكذا الدول كلها تشتغب لكن بعد ان يتحركوا وتحمل الناس المشكلة هذه الكارثة فعطيناهم الدماء ويحمل الشعب ويحمل منه الشيعة وسنة استحدث بالشيعة وسنة ما يقول ذول عراقيين هم ذول الشيعة شنو مو عراقيين ليش هم هم عراقيين يعني مين هما هم عراقيين اذا كانوا انتوا تقولون ماكو توازن واحنا ماعدنا طائفية اذا القوى التي تحارب الارهاب هي قوى عراقية لا تحدث لي سنية وشيعية وكردية وعربية هي عراقية انت طيدي ما عراقية لانه اكو خطأ حكومي اكو خطأ لاجهزة امنية لاجهزة حكومية يجب ان تحاسبوا او لم تحاسبوها هذا واحد تحدث عن بعض الشخصيات يقول بعض الشخصيات السنية هكذا يتحدث لاحظ يحاول استدرار مشاعر واستدراج مساعر وتسويق مشاعر طائفية ورسائل طائفية لقوى تحكم في العراق ميليشياوية لكي يعني تعطيه الثقة مرة اخرى وتأتي به للحكوم ما معرفش يريد المهم بعض الشخصيات السنية هم ادوات خارجية تعمل اللي اسقاط النظام في العراق الله هو اكبر ليش هو النظام في العراق صناعة من ما قبل ما يعني انت من جهة من صناعك من يجابك للحكوم انت وغيرك وكل الحكومات من عام 2003 اللي يعد الان من يجابهم ما هي القوى الاستعمارية الكبرى اللي انتو تهتفون ضدها هي اللي يجابتكم هي امريكا واسرائيل وايران وهذا واقع الحال اذا كل وهذه القوى التي تحكم العراق الان مرتبطة ويعلنوها ارتباطهم بايران ويقولون نحن انتبع ايران ورئيس اركان الحشد الشعبي ذهب الى ايران قال ننتظر الاوامر من خامن ايه وانتم تقولون انها مؤسسة عسكرية تابعة القادة العام قوات المسلح اللي هو رئيس الوزراء العراقي فكيف يتصرف هكذا وهذا تسجيل واضح وتعرفه انت وقولكم تتحدثهم بهذا الشعب هو ان تتحدث في هذا الموضوع هو تحدث قال هناك مشروعين مشروع ترعا ايران ومشروع ترعا دول اخرى ونحن مع المشروع الايراني الله اكبر انت لست مع المشروع الايراني هل هناك مشروع ايراني ولماذا المشروع الإيراني يعني شنو المشروع الإيراني هذا يعني هي القضية قضية طائفية أنت تحكم بالفكر الطائفي وسواتكم هذا الفكر الطائفي 21 سنة سويتوا بالشيعة سويتوا تركنا من السنة وتركنا من الكراض وتركنا من الكل سويتوا لهم ها أعزابكم والعملية السياسية سويت لهم للشيعة ما بي أسوأ حالي المدن الشيعية في الجنوب أسوأ المدن والناس تأنوا أمراض وقتلوا مخدرات وذبح كذب هذا بعدين حد أتحدث عن قضية كبيرة جدا قال المقاومة الحقيقية هي التي تقوم بها القوى الإسلامية الشيعية فقط الله أكبر هو من قاوم المحتل الأمريكي فهو شن المقاومة يعني هذه القوى القاومة أمريكا القوى التي أنشأتها أمريكا والتي راعتها أمريكا والتي جابتها أمريكا لأنه خصومة بينهم وبين إيران الآن يتحرشون ويستخدمونهم أدواتها يعني مقاومة قال كذبة شنو ما الذي قاموا والقوات الأمريكية هم أنا مارد أقول أكثر من عراقيين عراقيين لكن وين استويتوا بيهم دبيتهم بالسجوم اللي استشهد استشهد من عدهم واللي دبيتهم بالسجوم بالتعذيب مالكم موتو واللي بعده خلصان مملوء بالأمراض ويأن والناس طالبهم بالعفو وأهلهم يتوسلون يطرقون كل الأبواب حتى تعفون عنهم وطلعوهم حتى يموتون ببيوتهم ما تقبلون تعتبروهم أرهابيين شنو المقاومة هاك شنو وأكو بشر يتحدث عن مقاومة شيعية ومقاومة سندنية بهذا الشكل والمذيع يساعده يقول له طبعا نرجعي لثورة العشرين ونقول هاي الثورة غاري لو ثورة ليش هو الله يرحمه شيخ غاري المحمود فدي يوم قالاني ثورة العشرين مالتي قالاني فجرت الثورة ليش ابو تشون قالاني فجرت الثورة وليش هي الثورة كانت شيعية وبرايات شيعية ولو عراقية ما اللي قام بالثورة بغداد قامت بيها وقامت بيها النجف وقامت بيها كربلة وقامت بيها المثنى والسماء والديوانية هاي هذان الناس اللي قاموا بيها الفرات الأوسط والرمادي والفلوجة وديالة وموصل وكل كل الأماكن ما حد قال هاي الثورة ماتي قالوا ثورة عراقية لماذا الآن تتحدثون بهذه اللهجة الطائفية هذه اللهجة الطائفية هي اللي جابت لنا المشاكل فلذلك يعني يحاول يغازل القوى الحاكمة بهذا الكلام ويعرف نواياهم الطائفية يعرف توجهاتهم الطائفية لكي يسوق نفسه وهذا الكلام فيه رسائل لا يمكن قبولها لأنه أباح فيها لغة حادة في وجه حاد وكسيح وفكر كسيح يحاول تسويقه فحاولون تسويقه بهذه الشكل للشعب العراقي والشعب العراقي براء منه شيعة وسنة وكرادة وعرب وتركمان وكل شيء مسيحي ومسلم وصابهي براء من عنده الحقيقة أما أنظل في هذه النعرة فتثبت هذه أنكم لا تريدون بناء دولة تريدون تبنون السلطة والسلطة لها شكل معين مطلوبة من الخارج من قواء أقليمي وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة